موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت مصر نناقش فيها مشاركة مصر في جلسة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المعاقدة في جينيف وتصريحات وزيري الطيران المدني بشأن طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية في مزايدة عالمية وأخيرا نسلط الضوء على إدراب عمال شركة الزيوت بأسيوت للمطلبة بتطبيق الحد الأدنى للإجور تابعون ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أطراف دولية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعاقدة في جينيف وأكد شكري في لقائه مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أهمية التزام كل الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ومنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح كما التقى شكري رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقش ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع بما يشمل شمال غزة وينم إلينا من اسطنبول الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جماعة سكارين أهلا بك معايا دكتور خيري خلينا نبدأ من أهمية مشاركة مصر في الاجتماع رفيع المستوى عن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني على هامش المؤتمر الملعقد في جنب أي أهمية هذه المشاركة؟ عندما ننظر إلى الموقف المصري من الحرب في غزة فإنها منذ البداية الأولى وهي تشارك في الاجتماعات رفيع المستوى سواء في مجلس الأمن والأمم المتحدة في نيويورك أو في المنتديات الأخرى يعني بشكل نعم حتى أو حتى على مستوى قمة العربية الإسلامية هي دعت إلى أن تكون هذه القمة فاعلة ولابد أن تصل إلى نتائج معينة بالتالي نحن عندما نتكلم عن الدبلوماسية المصرية فباعتبار التهديد الأمني والتهديد المباشر للدولة فأعتقد أن هذا يتصق مع مستوى التهديد الذي تواجهه الدولة ولذلك كانت من الأهمية أن تكون في المنتديات رفعة المستوى بشكل عام في كل المنتديات الدولية ونحن هنا أمام نوع من السلوك أو مستوى من السلوك الدبلوماسي أعتقد أنه يمكن أن يوفر في السابق حماية للمقاومة الفلسطينية من أن تصنف حركات إلهابية وأيضا وفر مجالا لمناقشة القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في الاتحاد الأوروبي ومنذ انعقاد قمة القاهرة للسلام في اكتوبر الماضي أعتقد أنها أرثت مجالا يمكن أن يجمع بين الطرفين المشرق الإسلامي وأيضا الغرب الأوروبي وبالتالي رغم أن القمة لم تؤدي إلى شيء لأنها كانت مهمة في أن تصير أن هناك مشكلة في الشرق الأوسط ليجب أن نظر إليها باهتمام وإذا ما نظرنا إلى التحركات الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي اللي حضرتك بتحكي عليها وتابعناها على مدار الشهور الماضية لأي مدى في وجهة نظرك مثل الضغط حقيقي على المجتمع الدولي لتحسين الحياة عدة ملفات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين بالفعل يعني زي ما السيادة الوزير تكلم في هذا المؤتمر وأيضا للضغط على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل منع أي عملية عسكرية كبيرة في رفح إلى أي مدى نجحة الدبلوماسية المصرية في تحييها هذه الأهداف يعني في هذه النقطة لدينا مستويان من النظر لهذا الأمر الأول هو أنه للطبع المفاجئ الذي حدثت به أحداث سبق أكتوبر ثم الحشود العسكرية في البحر المتوسط اتجهت السياسة المصرية بشكل عام إلى الاحتواء وليس إلى الهجوم وبالتالي الاحتواء هنا حتى لا تنفرد أو تنتشر الحرب لمناطق أخرى خارج قطاع غزة في الضرفة الغربية أو يحدث تهجير أو يحدث ما يمكن أن تنضم إلى تدخل دولة أخرى في هذا الصراع وبالتالي كانت سياسة الاحتواء أعتقد أنها نجحت إلى حد كبير على الأقل في أن تكون المناقشات تستمر إذا اعترض المجلس الأمن أو لم يستطع توصل إلى القرار فكانت هناك الجمعية العامة في القرار الأول والقرار الثاني في نوفمبر وأكتوبر ونحن هنا أمام أعتقد أن الأداء هنا من ناحية الاحتواء أعتقد أنه كان مناسبا جدا مع الظروف الضغطة التي مرت بها هذه الحرب وأن هناك كان هناك تحالف أوروبي وترحالف أوروبا وأمريكي لكي يتم أشياء أخرى هي المفترض أن تكون نواتك للحرب كالتهجير مثلا أو أن تكون الحرب حرب نووية بشكل عام كما هدد أحد الوزراء الإسرائيليين المستوى الثاني أعتقد أنه ليس من المناسب أن يتم تناول ما يحدث في غزة في إطار حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان ورغم أهمية هذا إلا أن المسألة تتعدى هذا المستوى بكثير وأنه كان من الممكن أن يتم تناولها منذ البداية تحت مسؤولية الحماية وهو هذا مبدأ قلوني تم العمل به في حالة ليبيا وفي حالات أخرى في غسلافيا وبالتالي تجاهل مبدأ مسؤولية الحماية أعتقد أنه كان تكاسلا أو خطأا في التناول حتى الآن من كل الأطراف بحيث أنه لم يحدث تدخل لحماية الفلسطينيين المسألة تتعدد أن تكون هناك إغاثة أو إنقاذ أو قانون دولي لحماية السكان وبالتالي لماذا لم يطرح التدخل الإنساني كما حدث في ليبيا بالتالي نحن هنا المجتمع الفلسطيني أعتقد أن المناقشات في مجلس الحقوق الإنسان هي مناقشات معقولة من تحليلك حضرتك بتقول لماذا لم يطرح هذا الخيار وده سؤال مهم خاصة في ظل أن الأدوات المتعرف عليها عالميا واللي بيستخدامها على مدار العقود الماضية زي مجلس الأمن أمريكا بتستخدم حق البيدو زي القانون الدولي بيتم تجاهلوا من إسرائيل الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة كلها عجزة عن التعامل مع الوضع فليه الخيارات دي مش متاحة؟ أنا أعتقد أن الدول التي طرحت مشاريع قرارات مجلس الأمن بداية من روسيا والبرازيل وغيرها والجزائر أخيرا هي كانت تركز على أن يمر القرار بفرض الحماية أو يكون هناك قرار دولي بحماية الفلسطينيين ليس حق التدخل وكانت في زينية كل المشاريع أن الولايات المتحدة ستعترض وتأخذ حق الناقض وبالتالي هناك قصور في التفكير في هذه النقطة يعني حتى من بدء الهجوم أو طرح الموضوع على أن تأخذ أوسع كان من المهم أن تتضمن أي مشاريع من هذه القرارات التلويح باستخدام مبدأ مسؤولية الحماية الدولية بحيث أن يكون هناك تدخل لحماية الفلسطينيين لكن على أي حال أن مستوى التعامل مع الضمار في غزة على أنه قضية حقوق إنسان أعتقد أنه أقل بكثير مما كان ينبغي وبالتالي نحن هنا ليست هناك تنظيم للإغاثة حتى عندما تدخل ليست هناك مسارات واضحة لإدارة توزيعها وبالتالي نحن هنا أمام مشكلة مركبة نعم مستوى نظرك دكتور خيري أي من الأطراف احتوائها بشكرك يا دكتور خيري كنت معنا من الصنبول دكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة السكارية نورتني يا دكتور خيري أعلنت مصر أنها ستطرح في وقت قريب مزايدة عالمية لخصخصة إدارة وتشغيل مطاراتها وقال وزير طيران المدني محمد حلمي أن الطرح سيتضمن مطار القاهرة الدولي وأن أحد الأهداف زيادة عدد مسافرين عبر مطارات القرطقة وشرم الشيخ إلى عشرة ملايين راكب خلال العام الحالي وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أدل بتصريحات عن الصفقة المتوقعة موضحا أنها ستشمل جزءا ماليا يسدد مقدما وحصة في أرباح المشروع خلال مدة تشغيله تتخصص للحكومة المصرية ونضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية سابقا أهلا بك معايا دكتور عبد النبي وخلينا نقيم الإعلان ده أو نقيم الخطوة دي لو حصلت بشوية المعلومات القليلة اللي شاركتها معنا المسؤولين في رأيك إيه تقيمك لهذه الخطوة وأيضا في حالة طرحها نسأل الآن هل ده مشاركة بالفعل للقطاع الخاص ولا داخل خاصة ولا ممكن نشوفه إزاي من ناحية الأقصادية يعني خلينا نقول أن هذا الطرح ليس طرحا جديدا يعني من فترة طويلة حتى من قبل 25 يناير كان هناك حديث على ما يسمى بخصخصة الإدارة بعد ذلك يعني خلال الفترة أو الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي في أغسطس من العام 2016 كان هناك حديث على أن الخصخصة قطر وقطر كبير جدا لأنها لن تؤدي الأهداف المرجوة منها الآن بعد المشاكل التي شاهدتها مصر يعني معروف أن صندوق النقد الدولي يعني يضغط على الحكومة المصرية من أجل انتهاج سياسات حكيمة ما بين هلاليني أي خصخصة جزء من شركات الدولة لكن الخصخصة هنا بدأ الحديث عن أنه ما المانع من خصخصة الإدارة بدلا من خصخصة الأصول سؤال حضرتك في منتهى الأهمية يعني هل بالفعل إذا تم هذا النوع من خصخصة الإدارة سوف يحفظ على الموارد المصرية وسوف يزدها أنا في اعتقادي أن هذا مرهون بمدى الخدمات التي سوف تقدمها المطارات أو الموانئ التي سوف يتم خصخصة إدارتها إذا استمرت الأحوال البيروكراطية على ما هي عليه فأنا أعتقد أن هذا لن يؤدي إلى المزيد من التقدم لكن لو حدث هناك انفراجة وحدث هناك تعديل في أسلوب التفكير البيروكراطي ربما تكون هذا النوع من الصفقات أو خصخصة الإدارة معقولا طب دكتور عبد النبي البعض كان بيقول والله كنا نتمنى أن وزير الطيران المدني محمد حلمي يتكلم عن مشاركة القطاع الخاص في شركة مصر الطيران إيه رأيك؟ هل متوقع حاجة زي كده قريبا؟ يعني لا ده أنا لا أتوقعه لكن هو الجزء الجيد في هذا الأمر أو الذي يدعو إلى التفاؤل أن هذه المناقصة سوف تكون مناقصة عالمية يستطيع القطاع الخاص المصري أن يتقدم إليها سواء بأن أتحدث عن كفاءات مصرية موجودة في الداخل أو حتى كفاءات مصرية موجودة في الخارج أو شركات يملك مصريين في الخارج يعني أنا في اعتقادي أن هذا الإعلان في حد ذاته قد يكون به نوع من التفاول أما أن يسمح للقطاع الخاص المصري بالمشاركة في مصر للطيران أعتقد أن هذا أمر طابق لأوانه ولا أعتقد أنه تم ترحه حتى الآن نعم، طب دكتور عبد النبي يعني خلينا نروح لنقطة مهمة الوزارة أعلنت برضو من ضمن الكلام التي اتحدث عنه رئيس الوزراء ووزير الطيران قالوا أن مصر بتتوقع أن هي في عام 20-24 تزيد عدد المسافرين من مطاري الغردقة وشرم الشيخ العشرة مليون حقيقة المطارين يعني بيستفر منهم سنويا حاليا فيه متوسط ما يزيدش عن 2 مليون فهل ممكن نحقق هذا الرقم هذا العام فعلا عشرة مليون مسافر؟ خلينا نقول هي مجرد توقعات يعني هما الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية بالتأكيد فيها أهداف يعني متفائلة بشكل أكبر من المطارين بشكل أكبر يا دكتور عبد النبي خمس أضعاف لكن خلينا نقول يعني ما المانع خمس أضعاف لكن ما المانع يعني ما المانع أن يكون هناك خطط أو آمان تبنى على مثل هذه الأرقام يعني أنا شخصيا لا أراها أمرا سيئا لكن المهم أن يكون هناك إجراءات حقيقية لجعل هذه الأماني وقع على الأرض طبعا الحكومة المصرية كان قبل الأحداث في غزة كانت بتتوقع أن يأتي إلى مصر 18 مليون سائح يعني تقريبا ضعف عدد السكان عدد السائحين الذي كان يأتي إلى مصر ومن هنا بنيت هذه التقديرات على تقديرات ارتفاع يعني تدفق السائحين من مختلف العالم إلى مصر وأنا شخصيا في اعتقادي أن يعني عام 23 أو النصف الثاني من عام 23 يعني إذا كانت تحدثنا عن غسطس بالفعل كانت حركة السياحة مبشرة تحسنت مضبوط وكانت بتقوض أن التدفقات السياحية تحسنت آه ده صحيح فهنا يعني هذا التوقع رغم أنه بالفعل زي ما حسناك بتقولي هو متفائل بشكل كبير جداً لكن تم بنائي على توقعات بزيادة تدفقات السائحين إلى مصر طيب دكتور عبد النبي نرجع تاني لموضوع طرح إدارة وتشغير المطارات للقطاع الخاص المواطن المصري بيسأل كالعادة ده معناه إيه بالنسبة لي؟ معناه إيه بالنسبة للأسعار بالنسبة لي؟ ومعناه إيه بالخدمات بالنسبة لي؟ هكون الوضع أي وقتها خلينا نبقى متفقين يعني خطة التنمية التي يتم ترحها حالياً يعني حتى تعود على المواطن يعني يستلزم أن تحقق معدلات تنمية بتفوق من 7 إلى 9% على الأقل حتى يبدأ المواطن أن يشعر ببعض العوائد من هذه الخطة التنموية بالتأكيد المواطن المصري خلال ثلاثة أعوام حتى إذا تم مشروع رأس الحكمة وبدأ يدر عائد كما هو متوقع فنحن نتحدث عن فترة من سنة إلى ثلاث سنوات حتى يشعر المواطن المصري بأن هناك حل حلة في الوضع الاقتصادي الحالي نفس الأمر بالنسبة للمطارات ويعني برضو ليجب أن نقول أننا نتحدث عن خصخصة المطارات فنحن نتحدث عن قطاع ونتحدث عن منشآت صغيرة يعني العائد أو المردود على ميزانية الدولة لن يكون كبيراً فما بالك بالمواطن يعني المواطن أنا أعتقد أنه لن يشعر بأي نوع من التحسن إلا بقى اللهم إلا المصريين الذين يسافرون إلى الخارج أو القادمين من الخارج ربما يجدون معاملة أفضل سواء في الدخول أو الخروج إلى مصر بشكرك كنت معنا من قاهرة دكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية سابقاً شكراً لك يا دكتور أشارت دارو الخدمات النقابية والعمالية إلى أن عمال شركة الزيوت بأسيوت أعلنوا إضراباً عن العمل للمطالبة بتضيخ حد أدنى للأجور بمبلغ ستة آلاف جنيه شهرياً للعاملين في خطاع الأعمال العام أسوةً بالعاملين في الحكومة ويستمر عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة في إضرابه من اليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتضيخ الحد الأدنى للأجور أيضاً وأشارت دارو الخدمات النقابية إلى أن منشور الإدارة بشأن مطالب العمال لا يستجيبوا بما يكفي لمطالبهم وافتقر إلى التجاوب الفعلي الجدي معها وينضم إلينا من اسطنبول دكتور أحمد ذكرالله الأكاديمي والباحث الاقتصادي أهلاً بك معي يا دكتور أحمد ويعني هل عندنا تخيل أهلاً وسهلاً يا دكتور أهلاً بك هل عندنا تخيل إيه السبب اللي بيخلي الحد الأدنى للأجور لحد الآن لم يطبق للعمال في القطاعات دي أسوة بالناس اللي شغالوا في الحكومة يعني هو فيه نوع ما من أنواع اللغبطة في نص القرار نفسه يعني إحنا عارفين كلنا عارفين أن منسات 91 صدر قانون قطاع الأعمال العام واللي فرق ما بين شركات القطاع العام وشركات الجديدة اللي اسمها قطاع الأعمال العام منذ 91 والقانون ده بالمناسبة تم تعديله 2020 يعني منذ أيام قليل ولكن للأسف عندما تتخذ الدولة أو الحكومة قارات جديدة بزيادة الحد الأدنى للأجور أو خلافه لا يتم التفريقه بدقة بين هذا وذاك فيتم النص في القرار على أن هذا على سبيل المثال يخص القطاع العام ويتناسى القرار وجود أو النص على قطاع الأعمال العام لغم أنهم في كلت الحالتين هم موظفي الدولة المثال الذي يضربته منذ قليل وهو المتعلق بإضراب عمال غاز للمحلة أو إضراب عمال غاز مصر أو إضراب عمال الزيوت أو غيرهم كل هؤلاء عمال في الدولة ولكن هناك يفطى كبيرة اسمها قطاع الأعمال العام التي ينتمي إليها هؤلاء ويفطى أخرى تسمعها القطاع العام ينتمي إليها آخرين هم المخاطبون بقرار الحكومة في زيادة الحد الأدنى للأجور ومع الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تمر بها مصر العمال ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق مثل هذه القرارات فإذا كان القرار أصلا مغيم ولا ينص عليهم هذا في البداية الجزء الثاني أيضا أن القرار فيه جزء قطير جدا وهو أنه ينص كذلك على أن الزيادة في الحد الأدنى للدخل وليس الحد الأدنى للقدر وهذه مشكلة كبرى لأن ده بيان الشركة نفسه يعني الدار الخدمات النقابية والعمالية قالت أن بيان الشركة نفسه هو اللي حصل فيه الخلط ده قالوا البيان للحد الأدنى للدخل في حين للقرار الحد الأدنى للأجور فبرضو إحنا محتاجين نفهم إحنا مش خصيديين إيه الفرق أو إيه اللي يقصدوا العمال في هذا الفرق وإيه اللي مش قادرين نشوف الفرق ما بين الحد الأدنى للدخل والحد الأدنى للأجر أن الدخل يشمل مجموعة كثيرة من الموارد يعني على سبيل المثال عمال غزل المحلة عندهم ما يسمى ببدل الجهد عندهم ما يسمى وهم يطالبون بها أيضا ببدل تقريبا مشروب من اللبن يوميا لطبيعة العمل الذي يعملون به ومثل هذه الأمور كلها تدخل في الدخل وليس في الأجر أما الأجر الذي يطالبون به هو الأجر الذي تبدأ عنده العتبة الوظيفية بمعنى أن 6 ألف دول هم اللي هيبدأ عنهم الدرجة الأولى الدرجة السادسة ثم الدرجة الخمسة وبالتالي يعلو عليهم تضاف إليهم العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة وخلاف أما لو تم الحساب على حساب الداخل فيمكن أن تكون زيادة أقل كثيرا لأن مش هيزيده حاجة تقريبا زي ما حريك قلت تقريبا مش هيزيده حاجة لأن الموضوع يدخل فيه بدل جهد وعلاوة دورية وعلاوة كذا أنا عايز أقول له حريك حاجة أن المشكلة في النص نفسه والمشكلة في من وضع هذا النص أنه ترك الباب مفتوحا لإدارة الشركة أو للعمال للتفسير هذا النص لو كان واضحا بما يكفي ونصه بصورة دامغة أو زورة قاطعة على أن قطاع الأعمال العام يدخل وأنه لا يخاطب الدخل بأنه يخاطب الأجر ومثل هذه الأمور كانت هذه الأمور لا تحدث ولكن على فكرة أعايز أقول لحضر أن نفس هذه المشكلة حدثت في مطلع العام الماضي عشرين تهاية وعشرين وأن بعض هذه الإدرابات حدثت العام الماضي نتيجة نفس اللغط وعدم النص صراحة على وجود قطاع الأعمال العام في ضمن حزمة زيادة الحد الأدنى للأجور وبالتالي وكأننا لا نتعلم من الخطأ هذا الخطأ في النصوص لا نتعلم من هو بتاقي تحدث مثل هذه الإدرابات وحضرتك بحث اقتصادي ومتابع للشان المصري ولكبع طويل فيه هل الأخطاء اللي احنا بنحكي عنها في اللحظة دي واللي تبدو كأنها سقطة سهوا هل الحاجات دي بتكون مقصود أن احنا يعني هل الحاجات دي أخطاء بترتكبها للحكومة ما هي مش واخدة بالها ولا في جزء من أن احنا نخش في الحالة دي وما نبقاش عارفين نفسر القرار بشكل سليم ويا ترى مين اللي هيزيد ومين اللي مش هيزيد وأي قطاع في الدولة وأنهي شركة وإلى آخر يعني احنا أكيد في انتظار القطاع الخاص لما يدخل على الخط نحن لسه نتكلم في شركات فعلا تعتبر تابع للحكومة يعني احنا عندنا سيناريو هين سيناريو حسن النية وأن هذا القرار للأسف كان هناك خطأ غير مقصود في بيان هذا القرار وفي نصه وبالتالي هذا الخطأ غير المقصود هو الذي يؤدي إلى حياة اللابس ولكن التكرار تكرار الخطأ بين عام وآخر يقول أن هناك سيناريو آخر ربما يكون أيضا مطروح وهو أن الخطأ متعمد وأن السبب منه هو الحالة الاقتصادية يمكن أن يكون سبب سياسيا وأن الحالة الاقتصادية المتردية في البلاد وتراجع أجوال وزيادة الفقر بل ربما الجوع في هذا قد يكون هذا نوع من أنواع إشغالات حكومية للعمال بشكل أو بآخر بحيث أن يحصلوا على نوع من أنواع الرضا عندما يستجاب لطلباتهم في النهاية يعني هو في النهاية سيتم لأن هذا أمر منطقي أن تستجيب الحكومة لطلبات مشروعة الحكومة وهو قرار رئاسي في الأساس واستجابت له الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور فالمواطن لازم يبزي المجهود وشان يستحق هذا القرار أنه هو جزء من المواطنين جزء من المواطنين لازم يبزي المجهود وشان يستحق تنفيذ هذا القرار عليهم شكرا يا دكتور أحمد بشكرة كنت معنا من إسطنبول دكتور أحمد ذكرالة الأكاديمي والباحث الاقتصادي أهلا بك يا دكتور شكرا لكم تبعتكم وصلنا إلى ختام بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا العربي دكتور إلى اللقاء اشتركوا في القناة